لك أنا عاوس كمان أضيف أقول أن حتى التلاميذ لم يقدروا أن يفهموا فكرة الصلب يعني أما كان ينبغي أن يدخل مجده يعني حتى المسيح كان دايماً بيشرح للتلاميذ ومثل ما ذكرت أنه اضطرني ويبخ بطرس في حالتين لما كان في رفض لفكرة الصليب ولكن لأجل هذا جاء يسوع المسيح هل خطر على بالك تسأل هذا السؤال ماذا لو لم يمت يسوع المسيح فعلا هل فكرت في الموضوع شو بيكون لو المسيح لم يمت وفعلا سمع لليهود وقالوا انزل عن الصليب فنؤمن بك شو بيكون حقق أحبائي خلينا أقول أحبائي لو لم يمت المسيح على الصليب أولاً لكان المسيح يا رب سمحنا أقول هاي الجملة لكان كاذباً مدعياً باطلاً لأنه وضع كل الفكرة لكتاب وكل مجيء على فكرة موته على الصليب فلو لم يمت على الصليب لكانت كل المسيحية هي أكذوبة نفس الشيء لما بولس بيشرح عن براهين القيامة أو لو لم يقم المسيح قد قام باطل إيماننا باطل كرازتنا كان المسيح مات يعني عبث كنا بعد بخطيانا إلى آخره فإذا أولاً لكان المسيح كاذباً شيء تاني لو لم يمت المسيح على الصليب كان بيكون كلام الله كله محرف تحريف لكلام الله لكان هذا الكتاب المقدس كتاب محرف ولسيماً من أول التاريخ إلى مجيء يسوع المسيح حتى الخروف المذبوح اللي بيتكلم عنه في السماء كله بيتمحور حول الفداء حول الخلاص موت المسيح وقيامته من بين الأموات فلو لم يمت المسيح كان هذا الكتاب محرف النبوات والرموز والدبائح وكل اللي في الكتاب كان ما إلوش أي نفع ولا أي أهمية الشيء الثالث أحبائي لو لم يمت المسيح لكانت هذه العقيدة عقيدة المسيحية أو أساس العقيدة المسيحية باطلة مهدومة من أساسها ولكن المسيحية هي الصليب والصليب هو المسيحية من أجل هذا حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح كما قال الرسول بولوس فإذن في الصليب تم الخلاص واعطاك الحياء الأبدية كل ما عليك أنك قد تشغل بالإيمان التوب وتآمن بيسوع المسيح حتى تحصل على الخلاص الكامل والحياء الأبدية بصلي من كل قلبي أنك قبلت يسوع المسيح ربنا يباركك ترجمة نانسي قنقر